هذه التهديدات المستمرة في البحر الأحمر شكلت تهديدا كبيرا على حركة الملاحة البحرية إذن الفوضى البحرية التي تحدثها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر على عقبها قرر شركات الشحن البحرية والنفط العالمية مثل ميرسك الدنماركية وبيبي وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن MSC وشركة MICGM الفرنسية وشركة النقل الألمانية هاباك لويد وقف رحلتها عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس وستسلك البواخر لتلك الشركات ممرا بديلا للإبحار عبر ممر رأس الرجاء الصالح هذا الممر الذي يعتبر في أفريقيا وهو من الممرات الطويلة نسبيا للسفن التي ستعبر من أوروبا أو عفوا من آسيا إلى أوروبا عبر القارة السمراء هذا الممر مشاهدين الكرام الذي سيكون لهذه السفن وبالتالي هو ممر سيستغرق مزيدا من الوقت قرابة العشرة أيام إضافية بالمقابل أيضا إلى مزيد من التكلفة المادية وهذا الأمر الذي يعتبر عبء جديد على شركات الشحن على صعيد السلع الأولية كانت تمر هذه الشاحنات أو الشحن البحرية عبر قناة السويس وهذه القناة التي تعتبر ممرا أساسيا بحريا لحركة الملاحة وكان يمر فيها عادة أربع بالمئة فقط من تجارة النفط الخام العالمية وتسع بالمئة من تجارة المشتقات البترولية وثمانية بالمئة من صادرات الغاز المسال العالمية علوة على ذلك فإن القناة هي ممر مهم للأسمدة والمعادن وبطبيعة الحال المعادن الخام كما ذكرت قالت مؤسسة Capital Economist البحرية إن القليل جدا من النفط العبر لقناة السويس يتجه إلى أوروبا في حين أن القدر الأكبر من هذه الشحنات يذهب عبر القناة إلى آسيا لكن على النقيد من ذلك فإن نحو 25% من الغاز الطبيعي المسال المنتج في الشرق الأوسط يذهب إلى أوروبا وبالتالي هذه كمية ضخمة للغاية حسب وكالة الطاقة الدولية ولكن على الرغم من ذلك وكل تلك الاضطرابات ترجح Capital Economics لا يتأثر إنتاج السلع الأولية إذ تصل المواد الخام في النهاية إلى وجهتها ولكن بعد عشرة أيام ما يعني استغراء مزيد من الوقت والتكلفة المادية الإضافية